نحن نتحدث عن المرحلة الحالية وبالتحديد قدر تعلق الأمر في حكومة السيد السوداني هي حكومة كانت واحدة من أهم برنامجها الحكومي هي قضية تفعيل اتفاقية الإطار استراتيجي والاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار استراتيجي بحد ذات هي شاملة تشمل مناحي الحياة كافة في تعاون ثلائي مشترك بين العراق وبين الولايات المتحدة في الجانب العلمي الثقافي الاجتماعي ومنها تحقيق ما يطلق عليه بالأمن المستدام والأمن المستدام هو أمن مركب الأمن الغذائي الأمن الصحي التطوير الذي يحصل في البنى التحتية وطبعا لا يخلو من بعد في القضايا الاستراتيجية وهناك أيضا اتفاقية ثانية هي اتفاقية الأمنية التي تشمل للجانبين العسكري والأمني في تعاون مشترك أيضا متعدد الأبعاد في مسألة التزام الولايات المتحدة في التدريب وتأمين مستلزمات القتال القدرات التسليحية وعملية إدامة رفع الجهوزية لقطعاتنا الأمنية والعسكرية التعاون المشترك حتى على مستوى المعلومات بما يتعلق بقضية مكافحة الإرهاب فبالحقيقة التعاون مشترك واسع ومركب ولكن نحتاج إلى رؤية واضحة للحكومة تصل إلى الرأي العام العراقي وأن تكون أكثر شفافية في إضاح نوع وطبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وبين العراق دون التحفظ ودون القلق من ردود الأفعال الإقليمية لأنه بالحقيقة مسألة اقتراب العراق من الولايات المتحدة مسألة غير مقبولة إقليميا ولربما من كل دول الجوار لأنها ستشكل نهضة تجعل العراق في معادلة التوازن الإقليمي في المقدمة فلذلك هي غير مقبولة إقليميا